في كاس الأمر أوفكار اللي فاتت لما تمايز النني فيها جداً الناس بس ناس يعني تمايز النني سنة البطولة اللي فاتت مع كيروش كان بيلعب 8 وكنش بيلعب 6 النني أحسن له 8 دي يعرف الناس على رأيه بكرة تقولك النني تاني مع النني ما قدمش مباريات كويسة أول مباراتين فهو برضو كان بيلعب 6 خبرات النني يا خبري يا جماعة الناس دي ده بيلعب في الأرسنة يا جماعة يا جماعة أنتو الناس هنا في مصر بتتكلم على مزاجها بس إنني ده مختاره مين أرسن فينجر يعني الناس فاهم مين هو أرسن فينجر لأ والمدربين اللي بعد كده بهم على أرسن وارتتا ومحدش والحد الوقت إنني موجود في الأرسنة لو ما بمشيش ولما ميشي أعارس أنا رجع الأرسنة تاني فإحنا مش عايزين بس إيه يعني برضو في بعض الناس بتتكلم في القرى أنا مش فاهم هما بيتكلموا في القرى بقى أنا فكر ده لعيب بيلعب في أعظم أندية في أوروبا وفا إنجلترا أرسنل مختاره من أعظم المدربين في تاريخ إنجلترا أرسن فينجر طب يعني طب نجيب لكم إنتاج عارف كابتن طريق أنا هكلمك بصراحة الوقت عايزة فاصل معيك يعني أنا ما بزعلش من المشجعين يعني مشجع اللي يقول لك لعي بلده حلو ولا وحش هو بيبقى شايف إيه لقطة يعني أنت مثلا كابتن ريسي بيلعب في الملعب معمدش أوفر حلو بس هو طريق ده عامل واجبات المدرب عايزها ولي بيفهم كورة عايزها أحسن بكتير من لقطة أنت شفتها معجبتكش أوفر مثلا ولا عمدش تاكلينج حلو فإن إني المدربين بيشوفوا كده أدعب أبقى متوقع أو متصور إذا حضرتك الناس اللي لعبت كورة اللي شايفت كورة اللي فاهمة كورة يكونوا فاهمين إن إني ده لي أدوار مهمة في الملعب مش فكرة إنه قطع كورة لو بصها واحدة مش حلوة أنا فاهم صح ولا غدا أنت فاهم صح جدا أكسب بالله لإني في ناس أصلا لعب كورة بتكلموا غلط وأنا آسف إن أنا بقول كده على زمايلي بس هي الفكرة أوكبتني أو أي يعني يعني يا جماعة الفكرة مش شخصانة الأمر الفكرة مصلحة منتخب مصر طب هل تاني هقولها تاني هل الناس اللي اخترت إن إني ده الأرسنال زي أرسنال وزي المدربين دي ما بتفهمش وبعدين في نقطة كمان أنا بقى مستني مثلا كابتن طريق طريق يتكلم صحي كده أنا عايز كابتن طريق ده يفهم الناس يعني يقول للناس والله يا جماعة ده تدور إن إني واحد اثنين تلاتة بقى مش تعمل زي الناس وتقول له إن إني واحد شجد والناس تاني الجمهور العادي هو بيشوف لقطة فعجبني اللعب ده ومعجبنيش فبراحته عمني ملوم على الجمهور في اللقطات دي بلوم دايما عن الناس في ناس كتير جدا جدا أدورها في الملعب مختلفة عن محمد صلاح عن زيزو عن مصطفى محمد عن مرموش عن درزيجي كل واحد في الملعب ليه دور أنا دوري إيه في الملعب دوري إن أنا أعرف أقطع كويس قوي في الحتة دي وأعرف طلع الباص سليم ده دوري هو في فترة من الفترات نادزة ملك تقلق جدا 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 كنا بنهاجب بستة الباكين والتلاتة اللي قدام واحد ثمانية من الاتنين الستة والثمانية ماشي وورانا تامر عبدالحاميد لوحده وتامر بيلم الملعب كله في ظهرنا وإحنا عملينا ويعني تامر ما بياخدش السيطر هنا الدهالة في نهاية أفريقيا فهي يا جماعة يعني هي إنني ده جايب في جوم في ماتش أعتقد نهاية في 2017 في نهاية 2017 الكاميرون طب يعني يعني الراجل برضو ممكن يعمل الزيادة ممكن يعمل الحاجة الواو اللي أنت منتظرها منه بس ده مش دورك مش شغلك هو شغلته الأساسي إيه العبد بندر بيقطع بيعرف يباصل بس أنا هكون أمين معاك النني في أول مباراتين ما كانش أحسن حاجة مش هو ده النني الكامل يعني نحن بسنين بس برضو مش هو أسوأ يعني الناس المنتخب كله ما كانش حالته كويسة في أول مباراتين في أول مباراتين لسه هقولك فيمسك في النني بقى لو يمسك في واحد أو اثنين ما هو عشان هو عشان هو عيني بيلعف الأرسنان آه أي وصحة